بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين في الآيتين السابقتين الله تبارك وتعالى بين حكم القصاص وأن فيه حياة المجتمع وفي هذه الآية يبين الله تبارك وتعالى حكم الوصية وفيها حياة للميت بالذكر الجميل والثواب كتب عليكم يعني شرع من قبل الله تبارك وتعالى عليكم بنحو الاستحباب الكتابة تشمل الواجب والمستحب والوصية مستحبة إلا إذا وجبت بعارض أو عنوان ثانوي إذا حضر أحدكم الموت بأن أشرف على الموت يرى مقدمات الموت من مرضين أو شيخوخة أو ما أشبه ذلك إن ترك خيرا يعني مالا أما إذا لم يترك الخير فلا داعي للوصية وإن كانت مستحبة ولكن مو مؤكدة مثل من ترك الخير إن ترك خيرا الوصية الوصية نائب فاعل كتب يعني كتب الله عليكم إن تركتم مالا أن توصوا للوالدين والأقربين يعني الأقرباء فهم أولى الناس بالإنسان كما تجوز الوصية للغرباء أيضا لكن تكون هذه الوصية بالمعروف يعني يوصي لوالديه وأقربائه وإن كانوا ضمن الورثة شيئا زائدا من حقهم وذلك من الثلث فإن هذا العمل يوجب نشر الألفة والمحبة أكثر فأكثر وإنما قيده بالمعروف حتى لا يوصي بغير المعروف اللي يوجب إثارة الشحناء والبغضاء بين الورثة مثل أن يترك الأقرب ويوصي للأبعاد أو يفضل بعضهم على بعض أو يوصي أكثر من الثلث اللي مو من حقه لا خل الوصية تكون بالمعروف أما المعروف فهو الذي يعرفه العورف أو أهل الخبرة أو أهل التميز أنه لا جور فيه ولا حيف فيه حقا على المتقين هذه الوصية تكون حقا لا باطلا على المتقين الذين يؤثرون التقوى لأن هؤلاء هم الذين يعملون بهذه الوصايا من الله تبارك وتعالى كسبا لمرضاته ومن مرضاته الوصية بالمعروف فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم حيث تكثر الخيانة في الوصية لموت الموصي ولا عدم إطلاع الموصى له والاستيلاء الورث على الترك عادتان ولا أسباب أخرى لذا احتاج الأمر إلى التحذير من تغيير الوصية بعدم تنفيذها أو التصرف فيها زيادة ونقيصة أو تغييرها عن الجهة التي وصى بها الموصي فمن بدله يعني بدل الإيصاء وغيره وزوره سواء كان الذي يبدل وصيا أو وليا أو شاهدا أو وارثا أو غيرهم فمن بدله بعد ما سمعه يعني بعد ما علمه السماع يستعمل بمعنى العلم فإنما إثمه إثم هذا التبديل على الذين يبدلونه ليس الإثم على الموصي أو الذي يأخذ المال إرثا بغير علم بالوصية أو الذي يأكل المال زيادة على حصته من غير علم هؤلاء لا إثم عليها غالبا اللي يبدل الوصية هم الجيل الأول ولكن سائر الأجيال يتصرفون بلا علمهم بالتبديل هؤلاء لا إثم عليها وربما هنا نكتة أخرى وهي أنه كثيرا من الناس لا يوصون لماذا؟ خوفا من أن يلحقهم إثم التبديل من بعدهم لأنهم يتصورون أن بوصيتهم أعانوا من بدل الوصية ومهدوا الطريقة له ويقولون من أوصى ألقى ورثته في المعصية لأجل ذلك يمتنع بعضهم عن الوصية فهذه الآية إشارة إلى أن هذا التصور غلط فأن الموصي فعل خيرا وعليه أن يوصي والمغير والمبدل للوصية هو الذي يتحمل الإثم إن الله سميع لوصاياكم وأقوالكم عليم بنواياكم وعليم بتبديلكم أو تنفيذكم للوصية فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم في هذه الآيان الله تبارك وتعالى يبين أنه لا إثما في تغيير الوصية إذا كان تبديلا من باطل إلى حق فحرمة تبديل الوصية إنما إذا كان تغييرا من حق إلى باطل فمن خاف من موص جنفا أو إثما يعني الوصي الذي يخاف ويخشى من الذي يوصي جنفا أو إثما جنفا يعني ميلا عن الحق إلى الباطل خطأا بأن يوصي أزيد مما يحق له الإيصاء به أو إثما يعني عصيانا عمدا بأن يحرم بعض الورثة مثلا حسب الوصية فأصلح بينهم هذا الوصي جاء وأصلح بين الورثة والموصي والموصالة بأن يرد الزائد إلى الورثة ويبطل ما فيه الإثم هذا المصلح لا إثما عليه في تبديل الوصية إن الله غفور رحيم الله تبارك وتعالى غفور بمن يأثم فكيف بمن لا يأثم ورحيم بعباده حيث أمرهم بالإصلاح فيما بينه وهنا حكم شرعي مذكور في الفقه أن الوصية بما زاد على الثلث لا تنفذ إلا برض الورثة وصل الله على محمد وعاله الطاهرين